أبدأ معاك بعضين التسنين واللغية دي شغل بالكول للرأي العام الموضوع ده لسه مستمر ولسه فيه كلام كده لغاية دلوقتي وتطلع قايمة بعشر لعيبة في منتخب من المنتخبات ويتم استبعادهم ويكون لهم تأثير كمان على الأندية بتنافس مع الأهل في القطاعات خلينا أقول لك محمد إن الكصة دي أنا كنت كلمتي فيها من سنة وتهاجمت وجوم شديد وفي الآخر ترى كلامي صح لأنه لها نظرة مستقبلية وعندي من الخبرات إن أنا قدر أحكم على اللاعب بدون كشف بناء على سرعته وقوته وتكوينه جسماني والشكل العام لللاعب يبان أنت سنك قد إيه لكن ده كنت بتهاجم فيه والحمد لله طلعت نظرات سليمة جدا استبعاد لعيبة من المنتخبات استبعاد لعيبة من الأندية في فترة اللي جاية وربنا يسطر ما يرجعش حد تاني من المنتخبات اللي سفرت خصوصا موليد 2008 ده اللي ظهر على الشاشة وده اللي ظهر في خلال الفترة الأخيرة أتمنى بقية المنتخبات القادمة يبقى الأمور تبقى أحسن وإن كنت أشك لأن الأندية هي المورد الرئيسي لعملية التزوير والتسنين وأنا أعني ما أقول وفي فترة بين التزوير والتسنين التزوير بيبقى في بعض الأوراق يعني لعيب يلعب باسم ابن عمه يلعب باسم أخوه يلعب باسم واحد ميت ده تزوير هي وصلت لكده؟ آه طبعا ده تزوير التسنين أن أنت تساب بما أنك تولدت برى للمستشفى فتساب سنتين ثلاثة أربعة خمسة من جرش هالة ملاد وبعدين تعمل شهادة ملاد في نفس السنة وتبقى أنت مواليدك يعني يبقى عندك خمس سنين فتتقيد عندك شهرين فتلعب بقى تبقى أنت أبو محمد وبتلعب ده ولد مسكين نفس المواليد أنت ضربه خمس ست سنين وبيلعب جنبك فيباني الفرق الكبير ده وفي الآخر المحصلة نتائج وهمية مكاسب وهي لسه لها أساس من الصحة الوجود الأساسي لمنتخبات الناشئين والهدف منها هي أن أنت تطلع لعيبة الفريق الأول أي قطاع ناشئين مهمته الأساسية مش أن أنت تاخد بطولة أو تاخد كاس أو تاخد بدلية خشب يعني فيه أندية كتير مهتمية جدا أو مدربين أنه يكسب بطولة بغض النظر عن كسة السزوير أو التسنين أنا ما بقولش كده باع في أي نادي بما فيهم من نادي الأهلي لو عندنا لعيبة طلع عليها حاجة أنا أول واحد في الكطاع بطلب أنها تشطب من السجلات ما تبقاش موجودة طالما ما ببدأ الغش وعدم الأمانة أن أنت تاخد مكان لعيب موهوب وتلعب مثلاً 3-4-5 سنين في سن من سنك يعني أنت قضيت على على خمس أجيال في نفس مكانك ولعيبة مثلاً موهوبة بس مشكلتها الأزلية أنها كانت طبيعية مشكلتها الأزلية أنها اتولدت طبيعي وتأيدت طبيعي في معدها وحضرتك أنت تحيالت وزيفت وفي الآخر بتبطى الكورة يريدتك بتكمل ما فيش لعيبة على مستوى من ساعة ما اشتغلنا في التدريب واشتغلنا في كورة القدم مزور أو مصنن كم الكورة ما بيكملش كورة هيجي عند مرحلة سنية معينة وهيتوقف المضاب عندما تتساوى الكوة يا محمد خلاص ما بقاش في فرق عندما تتساوى الكوة ما بقاش في فرق لأن أنت كلعيب أنت كمان اتحرقت بما أنك كبير بتلعب في سنك والسن اللي أكبر منك واللي أكبر منك على أن ده سنك الطبيعي لكن إما تجي تحسب سنك الطبيعي أنت بتلعب في السن اللي أكبر منك في مسابقتين هو ده سنك الطبيعي مشكلة كبيرة شوف بقى أنت بطلت كم لعيب وخدت كم بطولة لناديك وكل ده محصوب لك بس على مستوى منتخابات احنا مش موجودين بسبب الموضوع ده احنا ثلاث منتخبات يا محمد ثلاث منتخبات منتخب الكابتن محمد عمر الكابتن عمر أنور الكابتن ربيع يسين رجعنا بدون أي لسية خد بالك أنت بتتكلم على مصر مصر دي العالم كله بيحترمها على جميع الأصعيدة سياسية اقتصادية اجتماعية رياضية أنت بتتكلم على مصر وقدر النادي الأهلي أنه هو بيلعب لمصر وبيشتغل لمصر وهم يبقى عندك لعبة في المنتخبات من النادي الأهلي إلى منتخب مصر دي نجاحات أنت بتتكلم في أحسن منظومة على مستوى أفريقيا وآسيا قالوا وهي وإنه هي النادي الأهلي أنجح منظومة موجودة في أفريقيا وفي آسيا النادي الأهلي